إسلامنا سبق الناس لأنه دين الله الآن صار يشددون على الناس بزمن الأوبئة بغسلها بالصابوة لبدة كذا وإلى آخره ونحن عندنا من السنة إذا أراد الإنسان أن يأكل غسل يديه جيدا ثم أكل وقال بسم الله ويأكل والوضوء بعده بمعنى أيضا غسل يدي بعده والبعض يقول لا بدون ما يغسل يدي لا وارد الحديث في ذلك وسوينوا شيئا من ذلك إضافيا وأن يأكل بثلاثة أصابع لأن الأكل بأصبعين من علامات المتكبرين والأكل بخمسة أصابع من علامة الجشعين الشريهين ومن علامة من هو أفضع من الجشع ومن الشره الذي يأكل بخمسة أصابع وبراحته فيضع الطعام ويجمع هكذا ويقذف به إلى هناك بثلاثة أصابع وأن تكون اللقمة صغيرة وأن يحسن مضغها جيدا وبهدوء ولا يتسرع وأن يأكل بنية أن يبقي لإخوانه حتى قالوا هل يتخير؟ قالوا في الفاكهة نعم يمكن أن يتخير أما في غيره لا يأكل حيث هو من أمامه وأن تكون جلسته جلسته جلسة العبد المتواضع بين يدي الله فقد روى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجلس عليه الصلاة والسلام كهيئة العبد يأكل وبعض أتى بتعبير مقعية قالوا هي إما قرفصاء ولكن يأكل حبات التمر أو أنه يجلس على فخيذيه وركبتيه عليه الصلاة والسلام يجعلهما كهيئة الجالس في الشهود في التشهد في الصلاة أو يجلس على رجله اليسرى يثنيها وينصب رجله اليمنى لأنه إذا ثنى اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى اليمنى تضغط على جزء من البطن والمعدة على الجهة اليسرى وهو جالس على رجله اليسرى تستريح المعدة وهو يلقمها بالطعام ترجمة نانسي قنقر